تنفيذاً لتوجيهات الملكية السامية أصدر رئيس الحكومة عزيزة خنوش منشورة تفعيل عرض المغرب من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر وللحديث عن هذا الموضوع معنا مباشرةً السيدة ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي وتنمية المستدامة معنا الوزيرة مساء الخير مساء الخير ورمضان مبارك سعيد رمضان الكديم بداية هل أوضحت لنا خطة الطريق هاته وأيضاً آليات تنزيل هذا الورش الملكي طبعاً هذا الورش الملكي كانت انطلاقة دلوف جلسة 22 نوفمبر 2022 نحتحت الرئاسة الفعلية لصاحب المجلالة الملك محمد السيد صلى الله التي أعطى فيها توجهاته السامية حول أولاً تسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددات تسريع الاستثمارات في البنيات تحتية المواكبة للطاقة وأيضاً الاستعداد لعرض الهايدروجين الأخضر وأيضاً تموقع المغرب في هذا الاقتصاد الجديد الذي يتبلور فهذا العرض أيضاً بعد ذلك أسبوعين بعد هذا الاجتماع كان جاء تقديم ديال برنامج السيدماري للوسي بي المجمع الشريف للفوسفات الذي يكرس الآن الاستثمارات أكثر من 130 مليان ديال الدرهم ديال الاستثمار لكي يكون هذا المجمع لكي ينتج الأسمي دا الخضراء ولكي في نفس الوقت أيضاً يقول يحتوى منتج الطاقة الخضراء ومنتج لتحلية المياه البحر فهذا الشي تيجي طبعاً تتويجاً لـ 15 لسنة ديال التجربة ديال المغرب في تطوير الطاقة المتجردة وأكثر من 23 سنة أكثر نسمح لي من 32 سنة ديال الاستقطاب القطاع الخاص في ميادين الطاقة بالنسبة لي الغلاف المالي المرصود لها عم ماذا نتحدث بالضبط؟ هو طبعاً نتحدد قبل من الغلاف المالي لأنه اليوم إذا شفتي في العالم في أكثر من 320 مليار ديال الدولار للإعلانات ديال الاستثمارات في مجال الحيدروش الأخضر ولكن سيكون غير عجوز من هذه الإعلانات التي ستوصل للدراسات ستكمل الدراسات وجوز أن هذين سيكملوا الدراسات هم اللي سيستثمروا للقرار الاستثمار النهائي فلذلك هذا المجال ديال الهايدروجين الأخضر والأموليك الأخضر هو مجال جد تنافسي فلذلك العرض ديال الهايدروجين الأخضر وزعنا تحت الرئاسة ديال الرئيس الحكومة شغلنا باش نوزعوا المخاطر بطريقة جد دقيقة وباش نوزعوا الآليات ديال المصاحبة ديال المشاريع طبعا شغلنا مع وزارة الداخلية ومجموعة الشركات الحكومية على ملائمة الوعاء العقاري مع المؤهلات المغربية فيما يخص الطاقة الشمسية والريحية وأيضا البنيات تحتية الكهربائية والطاقية وحتى الموانئ التي ستمكن هذه الاستثمارات باش الدال ولكن أيضا حددنا القطاعات التي سوف تشتري هذا الهايدروجين الأخضر والأموليك الأخضر الصناعة وطبعا النقل وأيضا الكهرباء اللي ستمكن من تحول المغرب نحو انتقال طاقي مستدام معالي الوزيرة نتحدث كثيرا عن تسريع الانتقال الطاقي نتحدث كثيرا عن ضمان الأمن الطاقي للمملكة ما هي أفاق المملكة في ذلك؟ أفاق المملكة أفاق جد واعدة واحد نقطة خاصة نترق لها أيضا هو أن الاستراتيجية المنخفضة الكربون دي المغرب اللي كان دارش فيها المشروع الهايدروجين الأخضر هي ستمكن في آخر المطاف إلى خلق أكثر من 400 ألف فرصة شغل في أفق 2050 وغا تمكن من جلب واحد الاستثمارات اللي غا تخليه لغا تعطي واحد أكثر من 5% للنتيج المحلي للمغرب فاليومة طبعا هذا الانتقال الطاقي اللي بغيناه يكون بغينا نستعمله طبعا هذا الورش الملكي العظيم باش نعطي واحد دفعة في الاستثمارات في ميدان الطاقة كيف ما طرقنا لها من قبل الاستثمارات خاصة الضعف في مجال الطاقة المتجديدة ثلاث مرات ابتداء من سنة 2023 سنويا ما بين اليوم و2030 الاستثمارات في شبكة شبكة الكهربائية خاصة تضرب خمسة مرات سنويا ما بين 2023 و2030 فكل هذه الدفعة الجديدة في الاستثمارات في التنمية المحلية في المناطق التي ستستقطب هذه المشاريع وأيضا طبعا الدفعة في الإصلاح المؤسساتي والتنظيمي التي تكون في هذا المجال الطاقة أظن أن هذه المسائل جد مهمة وهذه الدفعة التي ستحل أفاق جديدة للاقتصاد المغربي سيدة ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي وتنمية المستدامة شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات وأسعي جدا باستضافتك هذه الليلة شكرا سيدة شكرا